نتكلم عن جراحة العصاب عامة هي من أخطر وأصعب الجراحات في الطب والتقدم فيها في مصر الحمد لله على مستوى راقي جدا وأكتر الأساتيزة الأفاضل أو اللي بيشتغلوا في المهنة بتاعتنا بيقدروا يتحكموا دلوقتي في أدق التكنولوجيا الحديثة لعلاج الأمراض اللي تستدعي تدخل الجراح إلى حاجة جراحة العصاب هو دائما يقول لك جراحة العصاب أو جراحة البوسدر لأنه هو فعلا بيتعامل مع أخطر حاجات في الجسم وبنفكر إحنا بالمليمترات ما بنفكرش بالأمتار بس أنا كان أصدي في البداية يا دكتور إذا تكرمت يعني حارك لك أكثر من تجربة في مصر وخارج مصر فأنا هدف من كده بس عارف يعني هل هناك فارق كبير أو تقدم التكنولوجيا ربما في بعض الدول الأوروبية أو حتى حارك راحة الولايات المتحدة؟ أه حياتك أنا بالصدفة أنا أستاذ منتسب في جامعة بيتسبيرغ ودي من العشر أفضل مستشفات في أمريكا أنا بدلس هناك من 2005 فممكن أدي لك خبرة لأنه ما هو ده ده اللي أنا بتكلم فيه يعني تطوف بنا سريعا كده حوالين تجربة حضرتك في المجال ده والله يا فندم أنا بدي المحاضرات هناك بيبقى أنهم بيسمعوها أول مرة كانهم بيسمعوها أول مرة؟ أه لا مش زار يعني أنا متعين هناك مش متعين أن أنا مثلا زاير ورايح وجاي لا لي الحاجة بتاعتي هناك يعني ولما بقول لهم المحاضرة فعلا بتبقى حاجة بالنسبة لهم بجد مش شكرا نيابا سوا ده اللي بيحصل وليه زميل كانوا معايا هناك وشافوا؟ بس معنى كده أنهم إحنا سبقينهم يعني؟ مش كده طريقة التفكير عادة بتنتج عنها أفكار جديدة دايما من عندنا وده كتير يعني عندنا هقول لك إيه لما حد مننا بيسافر ألمانيا مثلا ولسه قريب شباب كويس ما كانوش هما الستارز لما سافروا هناك بقهم ستارز في أي حاجة أي تخصص إذا كنت تتكلم على أي حاجة في الدنيا بيروحوا هناك بيبينوا ليه عندنا عقلية بتهيأ لمختلفة شوية طريقة التفكير دي بيتم سيغلتها مثلا في أبحاث العلمية تنشر في مجلات للأسف الأبحاث العلمية لا تنشر هنا بالشكل اللي هو المفروض اللي ينشر به ما فيش شركات مهتمة بالنشر في الحاجات الطبية يعني في أمريكا مثلا أنت بتجرب مصمار جديد وده كان على إيدي فعملنا مخصوص زي لابورتري أو مختبر للاختبارات دي تكلف أكتر من 20 مليون دولار بوز اللي عملاه بوز بتاعت السماعات لأنه اشتغل بالهايدروليك بعض التصميمات الحمد لله كنت بساعد فيها مع دكتور كبير جدا هناك برضو اسمه بيل ويلش والمختبر ده عمله بويل شانج في جامعة بيتسبيرك ده علشان تختبر مصمار الجامعة بتاخد خمسة مليون دولار تختبر مصمار في غضروف أو في بيجيبوا جسس من بني قدمين أو من خرفان أو من كذا حيوان بنثبت المسامير ونعمل اختبار بقى الحركة بتاعها المصمار ده يستحمل ما يستحملش تحرك توصد انه مجرد اختبار كلف ملايين الدولارات ملايين الدولارات هنا طبعا هيبقى صعب بتعمل حاجة زي كده ما بيردوش مش هكاية صعب ما بيردوش هو ما عندهمش هجيبهم منين طاق مش القاصد هناك الخمسة مليون دول بتوصل على قد الدكتور على سانتين خمسين ألف دولار الباقي كله رايح للبورد بتاع الجامعة هو بيفكروا بطريقة رأس مالية تمام ما عندناش ده احنا عندنا كل اللي بنعمله ان احنا بنعمل اختبارات اكترها كلينيكية ودي نكحة جدا يعني انك تقدر تقول ان الطريقة دي بتنفع في العيان ده بتشتغل عليها اكتر عشان تشتغل على حاجة من الحاجات البدائية اللي هي بنقول عليها البيزيك ساينزز عشان تطلع بعلم بجد انت بتتكلف كتير قوي وعادة مين اللي بيكلف بقى الدكتور واللي بيساعده يعني والجامعة بتتكلف حاجة منها بقى لكن الاهم عندي هنا دلوقت يا دكتور حضرتك بيقول ان احنا على الطريق او احنا يعني تقييمنا في مجال جراحة المخ والعصاب احنا كمهرة بمستوى جيد كمهرة من امهر الدكاتر طيب